في مثل هذا اليوم طوى العراقيون والإيرانيون صفحة من صفحات التاريخ الأكثر دموية بين الشعبين إنها الحرب العراقية الإيرانية التي اندلعت في الثاني والعشرين من أيلول من عام 1980 اندلعت هذه الحرب الظروس بين البلدين لأسباب عدة على رأسها الدعاية الإيرانية القائمة على تصدير الثورة الإسلامية حسبت دعائها إلى بقية بلدان المنطقة هذا إضافة إلى اشتداد الخلاف بين العراق وإيران حول ترسيم الحدود خاصة في منطقة شط العرب المطلة على الخليج العربي إلى جانب حدوث بعض الاشتباكات العسكرية المتقطعة بين البلدين يعود الخلاف على شط العرب إلى فترات قديمة فطيلة العهد العثماني كان شط العرب خط تماس ساخن بين الدولة العثمانية والفارسية وكان هذا الخلاف أحد الأسباب التي أجلت اعتراف إيران باستقلال العراق سنوات عدة فقد كانت إيران تنظر إلى الجنوب العراقي ذي الأغلبية الشيعية والعامر بالمزارات كعمق روحي واجتماعي يصعب التخلي عنه في عام 1975 وقع العراق وإيران اتفاقية الجزائر التي تضمنت تخلي إيران عن دعمها لثورة أيلول بقيادة البارزان الخالد مقابل اعتراف بغداد بشط العرب بالتناصف بين البلدين من خلال إعادة ما يعرف بخط التالوك الوهمي إلى سابق عهده وفي السابع عشر من أيلول من عام 1980 أعلن الرئيس العراقي السابق صدام حسين إلغاء اتفاقية الجزائر الموقعة مع إيران وفرض سيادة العراق على كامل شط العرب ولتبدأ بذلك الحرب العراقية الإيرانية رسميا في الثاني والعشرين من أيلول من عام 1980 ولم يكن في حسابات الجميع أن تستمر هذه الحرب طويلا ولكنها استمرت كل تلك السنين مستعرة بالنار والحديد والخسائر والألم الذي طال كل بيت مجلس الأمن الدولي تدخل لوضع حد للاقتتال بين هذين البلدين وبعد مشاورات دامت ستة أشهر صدر قرار مجلس الأمن رقم 598 بالإجماع قاضيا بوقف الحرب والجلوس إلى طاولة المفاوضات وفي آب من عام 1988 وافق البلدان على قرار مجلس الأمن والانسحاب إلى الحدود الدولية والشروع في المفاوضات الثنائية المباشرة ولتنتهي الحرب مخلفة خسائر يقدرها خبراء الاقتصاد بأكثر من 400 مليار دولار فضلا عن كلفة بشرية أهم وهي أكثر من مليون قتيل وأضعاف ذلك من المصابين والمعوقين خسائر كان من الممكن تجنبها لو تعاملت الحكومة العراقية بمسؤولية مع القضية الكردية وعدم التآمر عليها بمعاونة شاه إيران والدول الإقليمية الأخرى ترجمة نانسي قنقر